ينظم إلينا في الستوديو المختص في الشؤون التربوية الأستاذ محمود جبر أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود يعني ربما اليوم نريد التحدث عن نظرة شاملة وليست جزئية لامتحان الثانوية العامة وهذه المرحلة الهامة بجميع مكوناتها يعني هناك من يرى بأنه هناك خلل واضح في هذه العملية وبحاجة إلى يعني إعادة ترميم شكرا لك الله يسعد مساكي وشكرا على الاستضافة وبالمناسبة بنهني المملكة بالعيد الثالث كل عام وأنتم بأنك خير إن شاء الله يعني للتقدم والإزدهار بصراحة موضوع التوجيه يعني السنهاي أثار بعض المواضيع فيها تعقيدات كثيرة وبجوز استوقفني موضوع الأثر النفسي وما يترتب عليه عند الطلبة لا يمكن فصل التوجيه عن سياقه التاريخي في الأردن الذي أعطى للتوجيه عرفا في العرف المجتمعي حتى في العرف التربوي والتعليمي حجم كبير وهذا على أرض الواقع كان له مصاديق لأن التوجيه مرحلة صار يتعلق فيها كل مصير الطالب 13 سنة من التعليم أصبحت معلقة على سنة دراسية واحدة وهذا كان له أبعاد كثيرة لها علاقة بنتائج الطلبة وحتى في سياق هذا العام وما تعرض له الطلبة لا يمكن الفصل الجانب النفسي للطلبة الذي دخلوا على الامتحان الامتحان الثانوي العام عن سياق العام الدراسي وعن السياق التاريخي طلابنا مر عام كامل وهم يتهيئوا نفسيا لأنه سوف يتم مراعاة ظروفهم سوف يتم تخفيف حجم صعوبة الامتحان ما أمكن وبناء عليه دخلوا الامتحان وبالنتيجة كأنهم وقعوا في فخ اللي حصل عمليا في امتحانات التوجيه ويعني قد يكون الرجاء الذي نسعى إلى أن يكون حقيقة على أرض الواقع أنه يكون وأولادنا وطلبتنا وأبنائنا في مرحلة الثانوي العام بمنأة عن أي مناكفات وأن لا يكون ما حصل لهم هذا العام هو من باب الإثبات نظريات كانت سائدة سابقا إلها علاقة أو سادة السنة الفائتة تحديدا إلها علاقة في تسهيل الامتحانات والحصول على درجات عالية وكأننا نريد أن نثبت أن طلبتنا يعني أو نتائجنا لن تكون فيها علامات كبيرة ولن تكون فيها علامات كاملة وهون إحنا حطينا أو وضعنا الطالب طالب التوجيه في زجنا في الصراع وكأنه يعني هو طيب سيد محمود يعني في هذا الإطار نتحدث عن سنة مصيرية كما ذكرت ولكن في الأنظمة الأجنبية على سبيل المثال الإي بي السات وما إلى ذلك نظام التوجيه هو على مدى سنين يعني على مدى آخر ثلاث سنين يتم احتساب العلامات يتم مراقبة مسيرة الطالب يعني ما هي التوجهات الطالب في الحقيقة ومن ثم بناء على ذلك يتم اختيار مساقاته في الجامعة لماذا لا نتبنى هذه التجربة؟ على العكس تماما يعني يفترض أن نبحث عن الذي يتناسب مع واقعنا وعن الحال المثلة ونستدعيها ليس شرطا أن يكون المثال هو في المدارس ذات البرنامج الدولي أو الأجنبي لماذا لا يطبق في البرنامج؟ ولكن ما قصدته بأن أن تجعل مصير الطالب معلق بسنة واحدة هذا يشكل ضغط على الأهالي وعلى الطلبة وبالتالي هناك أيضا أسئلة حول النظام بشكل عام ما إذا كان هناك وسيلة أخرى لتخفيف من هذا الضغط وأيضا أن لا يكون مصيري لأنه في بعض الأحيان التوتر والقلق يجعل الطلبة يؤدون بشكل سيء مع أنهم هنم ممكن شاطرين بهذه المادة على سبيل المفادي هذا هو ذات السياق الذي أتحدث فيه أن نجعل 13 عام من عمر الطالب الذي قضاها في التربية والتعليم والبيئة المدرسية رهن بسنة دراسية واحدة وحتى سابقا كان لنا الامتحان التوجيهي على مرحلتين الآن هو على مرحلة واحدة وهذا زاد من الضغط النفسي وزاد من حجم الخطأ الذي يمكن أن نتعامل معه بالنتائج التي تترتب على امتحان واحد أنا أكد لحضرتك قلتي أنه ضرورة أن تتعدد العناصر للحكم على الطالب للحكم على نتيجة الطالب ولا تقتصر فقط على امتحان الثانوي العام ربما الموضوع بحاجة لنقاش أنه قد نكون مش بحاجة لفصل واحد فقط قد نكون بحاجة إلى عفوا فصل إضافي المقصود قد نكون بحاجة إلى سنة إضافية تضمن فصلين أنه التوجيهي ممكن أن نحكم عليه من خلال أربع فصول أو حتى ثلاث سنوات ست فصول ممكن أن يكون هناك دور للجامعة في القبول على شرط أن تحكم ذلك نظام أو قواعد ثابتة وواضحة وتكون مضمونة وآمنة لا تتخلى لها عملية الفساد مثلا أو شبهة أن ينتقى الطلب انتقاءا في الجامعات أو إذا استطعنا أن نضع منظومة آمنة من خلالها يتم الوصول إلى مرحلة الجامعة تضمن مجموعة عناصر يتم من خلالها تقييم الطالب فهذه هي حالة المثلة وهذه الحالة الأفضل طيب ما بعد الكورونا أيضا هناك شكل آخر للتعليم نتحدث عن تعليم الأونلاين وبالتالي حضرتك كخبير تربوي ضعنا في الصورة يعني الطالب خلال العام يتفاعل من خلال الكمبيوتر شاشة الكمبيوتر من خلال الأونلاين وفجأة يجد نفسه في قاعة الامتحان وبالتالي أين يكمن الخلال اليوم هذا بالوضع الطبيعي يشكل تعقيد تعقيد بشكل من الأشكال فما بالك في طالب التوجيه طالب التوجيه الذي كان يتلقى العملية التعليمية بشكل وجاهي وهو غير معتاد على التعليم أونلاين وفجأة يجد أنه خارج عملية التفاعل ما بين الطالب والأدوات التعليمية وما بين الأدوات التعليمية والطالب والمعلم هو مضطر إلى أنه يتعامل مع مخرجات عملية التعليم أونلاين من خلال امتحان وهنا يعني أريد أن أشير إلى الامتحان مثلا كان فيه تساؤل كبير حول امتحان مادة الفيزياء وامتحان مادة الفيزياء ونحن نعرف أنه مادة الفيزياء مادة تطبيقية مادة رياضيات تطبيقية وهاي المادة تطبيقية يعني عملية توضع لها أسئلة بالمالتبل شويس وقد يتساءل البعض أنه يعني المطلوب أنه نسهل امتحانات التوجيه يعني لازم تكون امتحانات التوجيه سهلة نحن نقول لا طبعا يفترض أن تكون امتحانات التوجيه على درجة من الصعوبة ولكن في ظل الظروف الراهنة وفي ظل المعطيات الموجودة حاليا أن تتعامل مع امتحان توجيه معقد وبطريقة الاختيار من متعدد ولا تعطي للطالب الفرصة على الأقل أن يوضح أو يكشف قدراته وإمكانياته يعني طبعا أنا مش خبير في مادة الفيزياء ولكن من خلال النقاشات اللي دارت عن مادة الفيزياء وأقس على ذلك بقية المواد المشكلة مش في صعوبة الأسئلة بالدرجة الأولى المشكلة في أن الطالب لم تسنح له الفرصة أو إحنا عندما قيمنا لم نقيم أداؤه إحنا أخرنا بالمخرج النهائي بينما دفتره الطالب يعني اشتق المعادلات واشتق القوانين ومارس عملية الحل وكشف مكنونات ذاته على الدفتر وفي الأخير إحنا أخذنا بالنتيجة اللي حطوا عليها علامة واحتمالية الخطأ اللي كانت في النتيجة احتمالية عالية جدا لأنه أي خطأ صغير في أي جزء أو من مجريات الحل كانت ستؤدي إلى الفشل الكبير اللي هو بدي يكون في نتيجة السؤال طيب بالنسبة للتعليم الإلكتروني أستاذ محمود هل أثر على أداء الطالب؟ طبعا التعليم الإلكتروني يعني التعليم الإلكتروني أولا تاريخيا هو تعليم حديث على بيئتنا وعلى مدارسنا وعلى مجتمعنا وعندما نتحدث عن عناصر العملية التعليمية من أهم عناصرها حالة التفاعل ما بين الطالب والمعلم وما بين الطالب والطالب عملية التطبيق لما يتم تعلمه في المختبرات واستخدام الأدوات كل هذا يفتقر له الطالب في العملية الإلكترونية شكرا لكم هذا موضوع هام العملية الإلكترونية لا توفر الحد الأدنى من المطلوبات والعناصر التي يجب أن تتوفر في العملية التعليمية هذا بتجربة سنة ونصف ومن هنا أنا أعتقد أنه من الصعب جدا أن نفكر بعام دراسي مقبل يتضمن تعليم إلكتروني قد تكون العملية الإلكترونية أو عملية التعليم عبر الأونلاين جزئية من جزئيات التعليم أما أن نكتفي بعملية أو بالتعليم أونلاين وكل مخرجات العملية التربوية تكون ناتجة عن استخدام الأجهزة الإلكترونية في التعليم أعتقد هذا خطر كبير والاستمرار في مشكلة طيب بالنسبة للمناهج أستاذ محمود هناك أيضا بعض الخبراء يشيرون إلى أن هناك نوع من الحشو كما يقال في داخل المناهج ربما تحتاج إلى إعادة صياغة للاهتمام بالأولويات المفردات المفاهيم الأساسية بعيدا عن الحشو إلى أي مدى هذا الكلام وخصوصا بالنسبة لطلبة التوجيه المنظومة التعليمية كلها برمتها يفترض أن تتم مراجعتها ومن ضمنها جزئية من جزئياتها المناهج بصراحة ربما من هنا أنا أوجه دعوة إلى أن يعطى للتعليم الثقة المؤسسات التربوية وخاصة المؤسسات التربوية في القطاع الخاص أن يعطى لها الحد الأدنى من الثقة في ممارسة العملية التعليمية الحرية في التعليم لا تعني الإنفلات وإنما تعني التقدم في التعليم إلى مالا حدود المكانيات المتاحة إلنا في بلدنا تستدعي منا أن نأخذ خطوات جريئة تجاه تطوير ليس فقط مناهجنا تطوير معلميننا تطوير أدواتنا الإنخراط في عمليات تعليم حديثة ومتقدمة أضرب مثال تاريخي التقدم الذي حصل في البشرية منذ خلقة البشرية إلى اليوم لا يقاس بحجم التطور الذي حصل في البشرية في الخمسين عام التي مضت وهذا يعني أن العالم يتقدم بخطوات صاروخية ونفاثة إذا ما نظرنا إلى أنفسنا اليوم نضع أنفسنا أمام المجهر وبنقول أننا بحاجة فعلا إلى أن نأخذ خطوات جريئة في التعليم لكي نتقدم التعليم في الأردن في حالة تراجع لم تكن الأردن بلدنا العزيز في يوم من الأيام بحاجة إلى وقفة وقفة جادة وصريحة وننقد ذواتنا نقد حقيقي صحيح مثل هذه المرحلة وصلت الفكرة شكرا لك المختص في الشؤون التربوية الأستاذ محمود جابر على كل هذه المرحلة شكرا إليك جتاك شكرا شكرا شكرا